موسيقى اليوم طلع خبر عشرة الاف عسكرية وجهها لحمص واربعمائة دبابة بدنا نتم على السورة لو جاب الطيران النووي حتى لو جاب اي اسلحة اي اسلحة مما نتم على السورة لحتى نخلع وخلع متل ما طارق قزافي وحسني زي العابدين وانا بدك ينصالح بعد بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا بشار ويا جابان يا عميل الامريكان الشعب السوري مبينا عنه يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا بشار ويا كذاب تضرب انت والخيطاء بالحرية صارد على الباب يلا ارحل يا بشار يا بشار ويا مندس تضرب انت والحزب البشر وصلح حرف اسو يلا ارحل يا بشار بار 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 القزافي بار بار القزافي جايك الدور يا زراف جايك الدور يا زراف نبي نسمع قلس فيك يا بشارة ولا إله إلا الله ولا ستعادوا الله ولا إله إلا الله والشاهد عبيب الله ويا لله يا لله لا للمنصب يا للجا ويا لله يا لله لا للمنصب يا للجا شكرا لأطلال تقرير تقرير أشعر تليد أعدام الأسد أشعر تليد أعدام الأسد إنسان هل تقبل مصافحة اليهود ولماذا؟ طبعا لا أقبل مصافحة اليهودي سبب ديني وسبب اللي بصيرها لأنه هون فلسطين وسبب كثير يعني ما بتسمح لي أني أصافحة اليهودي لا عدو أزري عدو أزري يعني أثرت اليهود وبيكسر اليهود كلها ما يعني ما بسلم الشخص عارف أنه ضامر حقد في ألبري لا عدو كيف أصافح عدوه؟ ترفض مصافحة اليهودي؟ طبعا حتى لا أفكر في قطع يدي بعد ذلك لو سألك أحد الأطفال من هم اليهود؟ ماذا تقولهم؟ المغضوب عليهم المغضوب عليهم زي ما إيجا في القرآن هم المغضوب عليهم وهم ضالين كلهم وهم أنجز شعوب على وجه الكرة الأرضية لأنه هم بعتبروا حالهم أنه اليهود بس لا مسيحي لا مسلم لا أي ديانة أخرى برنامج تلفزيوني وزافة التلفزيون اسمه سيمسون أو عائلة سيمسون إذا حدا اسمه فيه أو حذرها عائلة سيمسون عائلة سيمسون هو برنامج تلفزيوني تابع لعبدة الشياطين يعني مين اللي صممو عبدة الشياطين في برنامج أو في عائلة سيمسون سنة الألفين سنة الألفين للي برجع والبرنامج موجود على الإنترنت يعني جاءت حلقة من عائلة سيمسون جاء فيها ان الترامب وصل للرئاسة. واحنا بنعرف الترامب وصل للرئاسة اي سنة? الفين وسبعتاش. اي سنة? يعني بين بين الالفين والالفين سبعتاشة كم من سنة فيه? الفين سبعتاش. اخوان. نسأل شو المقصد من هذا الشيء? شو مقصد من هذا الشيء? المقصد الاولاني انه بيحاولوا يوصلوا الناس ان هم يستطيعوا ان يتوقعوا المستقبل. هذا المهم من الجزء. ولكن انا بقول اخواني هذا ليس بصحيح. لا يعلم الغيب من في السماوات والارض الا الله. ولكن شو ممكن يكون? ممكن يكون. في عملية تخطيط. هديش امتدت? سبعتاشر سنة. سبعتاشر سنة. ونتيجة التخطيط لمدة سبعتاشر سنة نجحوا انهم ينافذوا المخطط طبعهم. يعني منذكركم الموضعين ابليس رقم وتسعة. الاور الدجال رقم واحداش. والله سبحانه وتعالى تبعنا. هديش وضعين الرقم عشرة في النص. ودائما يتجاوزوا عن الرقم عشرة. منذكركم اخواني وقلناها في دروسنا السابقة. يعني عند الاجانب في امريكا. اذا انت احتجت مساعدة. شو بتطلب الرقم عندهم? تسعة احداش. شو يعني تسعة احداش? ناين ون ون بقولوها. يعني انت بتسأل وتطلب ابليس وتطلب الاور الدجال وتطلب منهم العود. ومين بتتجاوز? بتتجاوز الله سبحانه وتعالى. هذا اسلومه. لا تعتبر بانه فعلاً حزب الله خرج منتصراً من هذه المعركة وحقه انه يستثمر بالداخل وكيف ديكون الاستثمار؟ بالاعلام بالاعلام اكيد خرج منتصر. بالاعلام؟ اصلاً اهم شي لحلك شغلية الدنيس بكل البروباجندات بالعالم. الاعلام هو اهم عنصر لبس النصر بعقول الناس. ما بعرف شو الانتصار. انتصار بشو. شو عمد؟ ما بعرف شو عمد. انا لحد هلا بعد. هو اذا هدفه تحقيق اذا هدفه استراتيجي تحقيق ولاية الفقه على اكبر بقعة من الاراضي. حسب القناعة العقائدية تبعته. اللي هي بالنسبة لانه مصلحة الانسانية. هل قدم خطوة؟ ابعد ارهابيين. ما ارهابيين بشو؟ ما هو حزب ارهابي. يعني انا اللي عم بتطلع فيه باحسن. هو متله ومتل جبهة النصرة يعني. اسوأ كمان. تعرفي لا اسوأ؟ هلا رحيقوله لانك النائب مصطفى علوش وانت من تيار لمستقبل. فاذا انت زعلت على جبهة النصرة؟ انا باعتبر اتنان الى الجحيم. اتنان سوا. انا بالنسبة لقلي. راحة النصرة عظيم. راحة الداعش عظيم. راحة حزب الله عظيم. هو اللي بدي ارتاح منهم نهائيا. هاتلت وجوه للتطرف والارهاب الموجودين بالمنطق. لا مجال انه تقدر ارتهد المنطق بدون. انا انا عرض عاوز اتكلم على كافي شوب او اسمها ستاربوكس. ستاربوكس موجودة في مكة. موجودة في المدينة. موجودة قدام باب الملك عبدالعزيز في مكة. موجودة قدام باب المجيدي في المدينة المنورة. موجودة في القاهرة. موجودة في كل حاجة بالشعار ده هو. ستاربوكس ستاربوكس ده الشعار بتاعهم حد فيكو قال أو سأل نفسه يعني إيه الست اللي لابست تاج ده هيت يعني إيه ستاربوكس ليه إحنا بنقطعها هقولكو عشان تعرفوا ليه بتقطعوها وليه إحنا بنقطع الشركة دي ويعني إيه الشعار ده وزي ما قلنا مش كفايا أن أنت ما تروحش مش كفايا أن أنت ما تروحش للمكان ده مش كفايا أن أنت ما تدخلش الكافي شوب ده مش كفايا أن أنت ما تشربش الأهوة دي لأ ده أنت لازم تحرض الناس على أن هم ما يدخلوهاش أوعوا حد يفكر يرمي طوبة ولا يكسر ولا يحرق ستاربوكس والشعار اللي إحنا شفناه دي البنت ده هي دي الملكة إستر الملكة إستر عارفين يعني إيه الملكة إستر والتاج اللي عليها ده تاج مملكة فارس التاج ده والملكة دي ملكة اليهود سفر اسمه سفر إستر موجود في التوراة موجود في العهد الأديم سفر إستر هي دي هي البنت دي اللي انتوا شايفينها دي الملكة إستر ملكة اليهود في فارس الملك نادى في البلاد إن أجمل سبع بنات يوصلوله وفعلا عملوا مسابقات وتصفيات واختاروا أجمل سبع بنات عزارة أبكار وكان منهم إستر اليهودية عمها أو أخو ابن عمها مردخاي ده كان رجل خبيث وهو اللي ضبر هذه المكيدة ووصلت إستر مع سبع بنات إلى القصر إلى الملك أخشيورش الملك أخشيورش لما شاف إستر وكانت بارعة الجمال فائقة الجمال أسرت لب أخشيورش وقلب أخشيورش الملك اختار إستر هي اللي تبقى ملكة ولبسها التاج التاج اللي انتوا شفتوه ده هو هو ده تاج مملكة أخشيورش وهي دي إستر وأصبحت إستر هي ملكة الفرس بعد الملكة وشتي تخيلوا أن في مكة وفي المدينة المنورة وفي القاهرة وفي دمشق وفي الكويت وفي كل أرض الإسلام معلقين صورة الملكة إستر بتتاج على رصها بالجمال بتاعها وبنشتري المنتجات بتاعها عاوزين ستار بوكس تتقفل تتقفل في كل البلاد العربية في كل البلاد الإسلامية تتقفل في مكة في المدينة وأناشد الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين مش ممكن يكون في مكة في المدينة صورة للملكة إستر ملكة اليهود حماس بترفع السلاح شوف يا فنم قطر بتمول اللي يرفع السلاح بصي فنم وانت بتعملش معاها بصي فنم أنا من النوع البطار أنا لو في يد السلطة كان هناك إجراء آخر بمعنى؟ كان لابد من العبرة حيتقال لك فاشستي ودموي وقاتل في الأمن القومي للدولة مفيش فيها فاشستي ده أمن قومي بتاع مصر حتقالت كاميرا مفيش هزار بالمفهوم ده حضرتك لو أنك مسؤول وكان اللي بيحصل في رابعة والنهادة مكنش حتسيبهم خمسة وخمسين يوار أنا كنت بطرتهم ما استنيتش عليهم لحظة دول خوانة ما يتسيبوش ولا رحمة معاهم ما ينفعش حكاية أنه نقبض دي ما تنفعش ده لابد من القتل والقتل بدون رحمة عشان تقدر تبطر هزا الموضوع من يرفع السلاح يقتل يقتل بلا رحمة الله واحد يموتني هقول له أهلا وسهلا تعالوا ما حطك في السجن واصرف عليه كمان ده كلام الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما لعداء النظام الإماراتي والنظام السعودي ينهارون تماما آخر فضائح النظام الإماراتي ربما سمعته آخر فضائح النظام الإماراتي وقراراتها الخبيثة اليهودية بل أفضع من اليهودية أن يبيح الشذوذ الجنسي حتى في الأماكن العامة يعني للواطف يبيحه سهل امسك لك ولد في الشارع وبرزبه في شك ولا يقانون لاحقك ولا شيء آخر فضائح نظام الإماراتي أن يبيح الشذوذ الجنسي ولو في الأماكن العامة ولو في الأماكن آخر فضائحة أيضا قبل أيام يتبادل دولة الإمارات والنظام الصهيوني الكيام الصهيوني يتبادل البغاية وصانكم الله استغفر الله من هذا اللي كان في هذا المقام لكن للتوضيع يعني عاهرات إماراتيات سلموهم الإسرائيل وعاهرات يهوديات سلموهم الإمارات تبادل على مستوى الزنا شفتوا كيف الولاء اليهود هذا الولاء اليهود بلا بسموه التطبيع تطبيع لكن هو لا وحصير أنت رفعت دعوة وعايز تحبس وزير الداخلية ورئيس الحكومة آه طبعا ليه لتنين لتنين لأن الحكم صدر ضده حكم إيه بقى الحكم كانوا إخوة أفاضل من أنا كنت بعدت إنزار بإلغاء الاحتفال بابا حصير آه لأنه زي ما قلت حضرتك قصة طويلة وهو أصلا يهودي مغربي ما لهوش علاقة ولا شيخ ولا ولا عثر ولا ليه علاقة بالكلام ده فالإخوة أفاضل في اسكندرية قالوا لا بدل ما تبعت إنزار يا وحش هنحن نعمل قضية وتتدخل فيها فإخوة أفاضل أساد زي محمين في اسكندرية رفع قضية وجات قدام راجل محترم اسم المستشار الدكتور مع محمد عبدالوهاب أخفالي اللي راضع منسر سوب الوطني فقال لهم أنتوا ليه تمنعوا الاحتفال ما تصعحوا شكل الدعوة وانزيل القبر ده ونخلص من خلقته فالمهم صححنا شكل الدعوة وخدنا حكم طريقي بإزالة هذا القبر بإزالته يا سلام أه طبعا طب ده هو مش أثر يا أسان نبيل لا مش أثر ده زي اللي رجال فروح حسني اللي خليه أثر معترام الجذبية السوداء والبني وده أكبر غلطة عمالها زي اللي رجال لأنه كانت ليه ميول صيهنية وأنا على مسؤوليتها بيقولك احنا بنتعامل بمنطق القبيلة وليس بمنطق الدولة طب إلعيك يا أستاذ نبيل يا محترم في أنه إسرائيل اتعاملت بمنطق الدولة في موضوع الهليكوست الوهمي وفضت بنوك ألمانيا لا مش وهمي المطالبة بالتعبضاء مش وهمي مش وهمي كمان شكرا وكده أنت ضد السمية شكرا أنا ضد السمية طبعا طبعا وأنا فخور أني ضد السمية لا بيغلين أنا قولها عالمي أنا ضد السمية هذا هذا واحد ده تسجل عليه أما تسجل تصدف إسرائيل تصدف الكامل السويوني ده مش إسرائيلي لا استمال ده خور دولي يابا هو عدد السمية يابا لا ما تهددنيش فأنت ولا أهدا ما شامل بأهددك يابا لا ما تهددنيه أنا أحي إسرائيل هشوفه عاتله أنا أحي إسرائيل بس خلاص خلص خلصة هذا أحي أحسن من الأحسن اللي بتقول عني بس دعوه القتل يابا أنا أحي أخدقه للقتل أنا أي سريلي هشوفه وغاتله أنا شخصي أنا بيقر لا 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 إذا ما حطيت عاوشها كفانت لنت أقوم من إبري جيبي شو اسمه كباية ميلة عند الرجال تابعيك هاي ديوان تنصرف كلمة ما بدا ما بدا إذا ما بدا إيه بختصبه كيف يعني بتختصبه بالقوة شو بتختصبه بالعنف شو يعني بتختصبه بعنفها بعنفها ما بدا وأنا رغب ديوان بتروح تنطر ما فيني أنطر ترجمة نانسي قنقر